هنروح نشوف الزمالك عمل ايه في الموضوع ده الزمالك بالو ماتشين عنده مشكلة كبيرة جدا وهي أزمة الفرص في ماتش أبو سليمي الليبي الزمالك كان عنده أزمة فرص تقريبا لحد كورت الجون بتاع أوباما الزمالك ما عندهمش ولا محاولة النهاردة لحد كورت الجون أولا لنهاء البنالتي الزمالك ما حاولش المحاولات كلها صعبة جدا مفيش فرصة تحسب عليها فرصة صعبة وفرصة قوية وده أزمة أزمة كبيرة جدا سببها انتشار بتاع العيبية الزمالك النهاردة انتشار بتاع العيبية الزمالك والله للأسف برضو احنا بنتكلم على النهاردة شفنا مدير الفني الليه مودرن فيوتشر برضو ايه نفس الشيء ايه دي نفس المشكلة طيب بص 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 كم واحد في نصف ملعب فيوتشر بالذكر طيب ده يعني ده الريك من الموارات هنقول حيات كويسة جدا في الفترة بتاعت طاري حامد وساسي كانت نين بروفايل مختلفين بيلعبوا جنب بعض في قلب الملعب في عمق الملعب طاري حامد راجل بيطع كرة واكتر بيغطي مساحة استرداد السريع للكرة كان متميز فيها ساسي كان نفسه هو الراجل اللي هو اللي بيعمل اعادة تدوير للكرة وبعد اعادة تدوير كان بيقوم بدوره بمواجم كمواجم تاني او كصنع العاب كنا بنشوف ده بشكل كبير جدا ارقامه نفسها بتتكلم عن كده كل السكن دي بول في الفترة بتاعت الاتنين كانت زمالك ضمانها بشكل كبير بشكل مش طبيعي اساسي ليه جوان كتير مؤثرة منهم جون في الرجال المغربي جون اللي جابه في الاهلي جون التعادل في الاخر سنالي في الدوري موجود عشان الاتنين بروفايلز مختلفين انما النهاردة زمالك بيلعب باتنين بروفايلز شابه بعض جدا اتنين عندهم ستايل دفاعي اكتر اتنين عندهم تدوير الكرة ما عندهمش بساطة اللي بتكسر خطوط بشكل كبير سواء روة او سواء دونجة هنبص هنا كرة عمال تحرك عمق الملعب الزمالك محدش بتحرك في عمق الملعب عشان يفتح المساحة ممكن نرجع على الكرة دي من الاول في الشكل نفسه بص شوف كام لعيب موجود في المنطقة فين هنا الكرة هتطلع فين هنا مين اللعيب اللي عنده المسئولية يقدر ياخد المساحة دي وبالتالي الكرة التحولات في الزمالك بتتعامل بشكل بطيء جدا التحولات حولك المساح هنا تخالي الكرة هنا عشان توصل الناحية التانية هي موجودة اعتقد مع دونجة عشان توصل الناحية دي هي محتاجة بص واحد بس الرجل في عينه في ماتش سواري غيني اللعب دايما في ماتش ابو سليم الليبي اللعب الشوت الاول بالكامل اللعب مال ناحية الشمال محتاجين عشان ننقل الملعب الناحية التانية محتاج بص واحد بس ومع ذلك الكرة بتعدى على 3-4 العيبة بتدي الخصف فرصة ان يبدأ يعيد تنظيمه تاني وشوف هنا الكرة يعني عشان تعدي هنا متخيل البص واحد خدقت دي وقت هنمشي اللعب نشوف شاب الشاب الكرة محادش عنده المسئولية المسئولية بس وامك الملعب المنطقة اللي هو في الحكم دي المفروض يبدأ يتحرك فيه سيف الجزيري او لعيب تاني لسه كنت عسأل على سيف الجزيري سيف الجزيري وعدد مشاركته شايفها كان لها مردود ايجابي مع الزمالك ولا ايه بص انا هقول لك يا سيف الجزيري هو من اللعيبة اللي هو دايما بتميز باللعيب اللامسة التانية يعني سيف الجزيري في المتشاطة الازادة هيبقى صعب شوية لانه بيحتاج دايما لامستين عشان الكنترولي بتاعه القرى يبدأ يتزبط في المتشاطة اللي زي دي انت بتلعب فريق متكتل بشكل كويس جدا ما في مشانين لمسة التانية حاولك الجزيري دايما عنده مشكلة في اللامسة الاولى بمعنى مش هامل كنترول بتاعه من اللامسة الاولى لازم ياخده الاولى والتانية طيب في حاجة تاني انت فيه متشاط محتاج ان الراجل ده تلعب على التردمان التردمان اللي هو الراجل المهاجم ده لازم يبقى يعمل من اللامسة الراجل اللي جايب فوش عشان تطالق الوينج اللي بتحرك في المساح اللي هو بيسيفها هو الراجل الكنترول بتاعه من اول لامسة مش بيحصل فدي ازمة كبيرة جدا اه اعتقد ان ناصر منسي فيه متشاط كتير ناصر منسي لازم ياخد فيها خاصات ان ناصر منسي هو المهاجم الوحيد في مهاجمين الزمالك التلاتة اللي هو بيعرف يلعب بالهد كويس انت كنت دي زمالك عمال ترفع اوفرات يعني النهارده انت اتزنعت مش عارف تعمل فرص عمال ترفع اوفرات الوفرات دي هتيجي ازاي وانت معندكش مهاجم هادر اصلا طب احنا شوفنا برضو تزديدات نهارده سيد زيزو نهارده بالضبط هو ممكن نرجع للكرة اللي فاتت الكرة اللي فاتت نفس ال تزديم هاي دي اعتقدت لا لا بالضبط يدي شوف هنا بس هنوفنا نوفنا 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 مش نممكن نرجع تاني اصلا ناحي اللي مين خالص ده محمد طارق شاف المساحة نفس الكرة تقريبا بتاعة ماتش امبلي اللي احنا اتكلمنا عليها ومع ذلك الزمالك مستخدمناش لاني هنا زيزو بيحاول يشتغل مع نفسه ما بنحاولش نستخدم الباكات كتير طب ليه محاولنش نستخدم الباكات كتير النهارده اعتقد كابتن معتمة جمال كان يهمه في المقام الاول ان هو ما يلبسه الجول الاولاني فهيتعامل معاه ازاي اعتقد ان هو ثبت الباكات او ادى الباكات مهام دفاعية اكتر علشان الوينجات بتوع ما هي ان احنا شفنا دائما وابدا وهاجم فيوتشر احمد عاطف اه اه هو على طول وحده في الدفاع حتى ما فيش اي مساندة من خطة وسط او او كان فيه تحسب انا اعتقد او كان فيه تحسب ان من كابتن معتمد ان هو خايف من اللقطة اللي احنا جبناها ده اللي احنا شرحناه اه بالزبط ان هو ان الوينجات يبدأ تحرك عشان يسحب حد ويفضل مساحات فكان فيه كام لقطة المفروض ما شوفناش فيه عمر جابر وايه فين اه الناحد تاني محمد طري محمد طري لو اخد خطوة فوق اكتر كان ممكن اخده القرى فاضية احسن ومع ذلك برضو الناس وزيزو حتى زيزو نفسه في الجزاري ما عندهمش معلومة ان الراجل واجه في موجود فين بس فاشوفها وكملها وزيزو بالصراحة ولا ارواح ولا ارواح بالزبط انا الاستقيل بتاع سيد زيزو وعايزين انك حنتكلم معان اللعيبة بس من افضل الناس اللي هي اللعيبة اللي مستوها ثابت طبعا ممتاز اه انا هرجع علي زيزو هنتكلم فيه ليه شوف من نفس القصة المساحات برضو بتحصل الاطراف الزمالك مستغلاش لان الزمالك ما كانش بيهاجم بالعدد الكافي الاتنين الديفندورات محدش فيهم بيكمل الزيادة الهجومية على عكس الفترة بتاع الساسي وطارة حامل كنا الساسي دايما بنشوفه جوا منطيت جزاء الخصوم